موسيقى وزير الخارجية الأمريكية يعرب عن أمله في التواصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية حول منفها النووي رئيس الحكومة العراقية يرسل برنامج حكومته للبرلمان ويتعهد بانتخابات نزيهة ارتفاع حاد في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا وإصابات جديدة في اليمن موجزة الأخبار من آي تون فو نيوز أهلا بكم أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه لا يزال يأمل في التواصل إلى اتفاق حول الملف النووي لكوريا الشمالية رغم التكهنات والأنباء الأخيرة بشأن صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغون وتوقف المحادثات وأوضح بومبيو أن تغيير القيادة في كوريا الشمالية لن يغير السياسة الأمريكية حيالها وعبر بومبيو في وقت سابق عن قلقه من احتمال تعارض كوريا الشمالية لوباء فيروس كورونا أو لمجاعة واسعة النطاق وجهت القوات المسلحة الإيرانية تهديدا حادا إلى الولايات المتحدة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير زوارق الإيرانية وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي في تصريح مع التلفزيون الرسمي إن الولايات المتحدة ستتلقى صفعة أقوى من ذي قبل في حال اعتدت على المياه الإيرانية ومصالح شعبنا في مياه الخليج أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى القاظمي عن إرسال برنامج حكومته للبرلمان متعهدا إجراء انتخابات نزيهة وكان تحالف الفتح في البرلمان العراقي قد طالب في بيان له اليوم بالإسراع في تشكيل حكومة قادرة على إخراج العراق من أزماته واكدا على ضرورة أن تشمل شخصيات نزيهة وكفؤة ومجددا رفضه لحكومة تستند إلى شخصيات تابعة لكتل وأحزاب سياسية وإلى الشان لبي رفضت الحكومة التركية لاتهمات التي وجهتها القيادة المصرية لأنقرة بشأن تدخل تركيا في ليبيا وقالت الخارجية التركية أن على الحكومة المصرية إعادت النظر في ممارساتها بليبيا قبل اتهم أنقرة بدعم الإرهابيين المتطرفين على حد تعبيرها وأضافت أن اتهمات مصر تهدف إلى التغطية على دورها في مخطط طي المشير خليفة حفتر في نشر الفوضى في ليبيا وتدعم أنقرة حكومة الوفاق بينما تؤيد القاهرة قوة حفتر ونبقى في الشان لبي حيث أكد بيتر ستانو المتحدث باسم مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن العملية البحرية لفرض حضر الأسلحة إلى ليبيا ستكون جاهزة خلال الأيام القادمة وأضاف ستانر أن العملية والتي يطلق عليها اسم إيريني ستمسك أو ستملك الوسائط اللازمة لبدء مهمتها مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بين دول الأعضاء لتوفير أولى السفن والطائرات والأقمر الصناعية اللازمة لبدء العملية دافع محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامي عن سجله رافضا تحميله المسؤولية عن الأزمة المالية وطمأن المدخرين إلى عدم وجود أي خصم على وداعهم تأتي أخوال سلامي على خلفية تجدد التظاهرات عند فروع مصر في لبنان وذلك احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وكذلك جائحة كورونا وهل أندسات نحن اضطرينا نعملها لنكسب وقت للبنان للبنان يصلح حاله البنك المركزي مول نعم مول الدولة ولكن مش هو اللي صرف الأموال هناك من صرف الأموال ونحن منطمن للبنانيين ومنأكد للبنانيين أن الودايع تبعهم موجودة وهي بالقطاع المصرفة وعم تستعمل هنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذكرى تأسيسها الثانية والسبعين وتصل ترامب بالرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين مؤكدا على متانة العلاقات بين البلدين وأن إسرائيل ستبقى من أهم حلفاء وشركاء الولايات المتحدة وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامي نتنياهو قد أعرب عن أمله أن تلتزم الولايات المتحدة بدعمها لقرار إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية وفي سياق متصل أعلنت جامعة الدول العربية عن عقد اجتماع لمواجهة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية بدعم أمريكي هذا وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح لبحث آخر التطورات السياسية لمواجهة مخطط الضم بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامي نتنياهو بتنفيذه وإلى أخبار الكورونا حيث تدرس الحكومات والمنظمات في جميع الحال العالم استخدام جوازات مرور مناعية بعد تخفيف قيود الحركة التي فرضتها للحد من اتشار الفيروس يشكل إصدار هذه الوثائق التي تكشف عن وجود أجسام مضادة في الدم أداة لاستناف النشاط الاختصادي هذا ووصل عدد الإصابات بالفيروس إلى ثلاثة ملايين ومئة وعشرين ألف وتوفي مائتين وسبعة عشر ألف في إسرائيل فادت السلطات الطبية أن نحو ثمانية آلاف إسرائيلي قد تعافوا من فيروس كورونا ليفوق هذا العدد عدد حالات الإصابة الحالية التي ازدادت اليوم بمئة وست إصابات فقط حيث أضافت وزارة الصحة الإسرائيلية أن هذه الإصابات هي مجرد إصابات قليلة هذا وينتهي الإغلاق في جميع أنحاء البلاد الذي فرض بسبب احتفال إسرائيل بذكرة أسيسيا الثاني والسبعين حيث تعنن وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الفحوصات اليومية تهبا للتسهيلات على القيود أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة القدس وأوضحت وزيرة الصحة ميال كيلي أن مجموعة عدد الإصابات في فلسطين بلغ خمسمائة إصابة بينها حالة وفاة وأضافت الوزيرة أنه وفقا لمعلومات وزارة الخارجية فإن عدد الإصابات في جليات الفلسطينية تخطى الألف بينهم ستون حالة وفاة سجلت الحكومة اليمنية خمسة إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلد الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم هذا وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية من أن يكون الوباء قد انتشر دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه قلقا من تدهور القطاع الصحي ما جعل منظمات إغاثة تحذر بشكل متكرر من عواقب وخيمة في حال انتشار كورونا ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بشكل مفاجئ في المملكة المتحدة لتبلغ أكثر من 26 ألفا وتصبح الثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد إيطاليا وقالت وزارة الصحة البريطانية إن الارتفاع بأربعة ألاف وخمسمائة حالة سببه احتساب الوفيات في دور المسنين بينما شملت الإحصائيات الأخيرة عدد الوفيات في المستشفيات وحسب قررت السلطات الألمانية فرض وضع الكمامات في كل المتاجر في برلين اعتبارا من اليوم في خطوة سبقة أن اتخذتها كل المناطق الألمانية الأخرى للحد من اتشار فيروس كورونا وإنعاش الاقتصاد في ذات الوقت من جهته أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماسا أن الحكومة مددت توصياتها بعدم السفر في رحلات إلى الخارج حتى منتصف الشهر القادم بسبب تفشي وباء كورونا أعلنت الصين أنها ستعيد فتح المدينة المحرمة اعتبارا من الجمعة بعد إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر بسبب أزمة كورونا أعلنت الصين أيضا أن الدورة السازنوية للبرلمان الصيني ستعقل في أواخر أيار مايو المقبل للاحتفال بعودة البلاد إلى طبيعتها هذا وتستمر الصين وهي مهد وباء كورونا بتجيل عدد قليل من الإصابات بالفيروس يوميا ارتفعت مجددا الحصيل اليومية لضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة وبلغت أكثر من 2100 حالة خلال 24 ساعة الماضية هذا وتراجع النمو الأمريكي في شكل كبير للمرة الأولى منذ عشرة أعوام بسبب الوباء ويبرر مساعد دولة لتحريك الاقتصاد من جديد على الرغم من خطر تفشي الوباء توفي الممثل الهندي الشهير عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض سرطان وأظهر خان أول مرة على الشاشة في الفيلم المرشح لجازة الوسكر سلام بومباي وشارك أيضا في أفلام شهيرة مثل فيلم المليونير المتشرد الذي فاز بجائزة أفضل فيلم وربما أهم أفلامه كان فيلم حياة باي أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عودة أنشطته الرياضية ومن بينها الدور المحلي في آب أغسطس وكان الاتحاد قد أوقف النشاط في منتصف الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا وقرر الاتحاد إعادته بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة مع الجهات المختصة ومرعاة الوضع الصحية ووافقت وزارة العمل الألمانية على عودة الدور الألماني البوندزليكا بعد أن وضعته رابطة الدوري خطة تفصيلية لاستئناف المباريات الأشهر شهر المقبل تتضمن إقامة المباريات دون جماهير مع اختبار دوري للعبين وإجراءات نظافة صارمة أما في فرنسا تواجه بطولة فرنسا لكرة القدمة السيناريو الأسوأ المتمثل بإنهاء الموسم الجاري بعد قرار الحكومة الفرنسية بتجميد النشاط الرياضي حتى أيلول سبتمبر المقبل بسبب تفشي وباء كورونا وذلك رغم قرار سابق لربطة الدوري بعدم بعودة المباريات في يونيو حزيران القادم إلى هنا وصلنا إلى ختام هذا الموجز نبقاكم غدا مع مواجزة وأخبار جديدة